ايه سلامات يا حلوين اليوم هناخد درس grammar عن past tense هاللي هو الفعل الماضي هاللي هو اي حدث بيحدث بالماضي للدلالع الماضي بنستخدم هالكلمات هاي طبعا مو بس هاي الكلمات ممكن كلمات اخرى اي اي كلمة تانية ممكن نستخدم تعبير بالدل على الماضي مثل yesterday last night last week last year this morning مثل انا زالما بحكي بالعربي بقول انا اكلت الفطور الصبح اكلت بالماضي هذا الصباح five minutes ago 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 يعني قبل منذ خمس دقائق قبل خمس دقائق ago او منذ خمس دقائق two weeks ago two weeks ago نفس الشي two weeks ago يعني منذ اسبوعين اوكي اوكي الشي اللي اكيد تعرفوا هذا الشي انه نحنا منضيف الed للregular verbs للأفعال اكتريت الأفعال منضف منضيف بنهاية الفعل ed بس الشي اللي انا بدي اياكم تنتبهوا عليه مظبوط اليوم هو كيف طريقة اللفظ للفعل لما بحطه بالماضي لما بضفله ed كيف بلفزه بدي بلش بي لما بكون نهاية الفعل d او t اللي هو اصل الفعل d او t فقط هدول الحرفين فقط بقول ed paint بتصير painted want بتصير wanted need بتصير needed end ended count counted okay فقط لما بكون بنتهي الفعل بحرف t او d وبدفله ed بقول ed يعني ما فيني قول worked ما فيني قول asked ممنوع ما فيه هيك شي ما فيه هيك كلمة بالانجليزي فقط لما بنتهي الحرف الفعل بحرف t او d وقت بقول ed هي كتير واضحة وبدأ كون تهتموا فيها وتنتبوا عليها نجي بقى كيف لما منضيف باقي الاحرف السم الاحرف الى voiced sound او voiceless sounds شي يعني voiced sound يعني حرف فيه زبزبات صوتية مثل z بيطلع زبزبات لما بتقول z n m فيه زبزبات لما بيكون فيه زبزبات بالصوت بالletter بالحرف وقته بالفضة d closed okey close صحيح وقن بكتبة s بس بنلفظ z z فبنهي بالd sound closed كأنه مو موجود ال-e لاحظوا ضغري z d مو موجود ال-e closed cleaned ال-n فيه زبزبات cleaned studied listened changed turned turned on robbed lived seemed هلا اذا الاحرف ما ما عند زبزب مثل ش ش ما فيه اي زبزب بالصوت هاي بالفضة t sound finished رحظوا s h t مباشرة هيك بالفضة finished s h t finished talked talked worked asked looked watched كمان c h watched helped laughed guessed هاي الشغلة بدي اكون كتير تنتبهوا عليها كيف بلفز لما بضيف l-e d للفعل ال-d وال-t قريبين لبعض احيانا احيانا لما حدا بيحكي قدامك ما كتير مفهومة هل هو انهاها ب-d ولا ب-t ما بهم المهم انك ما تحطي l-e d ما بيصير تقول للي talked or worked a fun or worked or asked ممنوع talked worked asked cleaned studied فقط لما بيكون الفعل الاصلي بنتهي بال-t او ال-d وضفتلو ال-e-d بقول ال-e-d كتير سهلي وكتير فينا نحفظها لانه ال-d وال-t بس حرفين وما عدا ذلك بنلفظها يا d يا t وشوي شوي بنتعلم عليه هون فيه احرف كتير واضحة فيها زبزبات مثل الز وال-m وال-n وال-v هدول فيهن زبزبات حتما ال-b كمان نفس الشي فيهن زبزبات فهذا بلفظه بال-d closed closed cleaned اوكي كتير مهم وقفولي عليها هالقصة هاي وخدوا وقتكن وحاولوا تتمرنوا قد ما فيكن على الافعال كيف انا بلفظهم لما بصيروا بالماضي اكيد بتعرفوا ال-irregular verb اللي هو ما فيني حطلو ايدي بسموه irregular verbs يعني الافعال الغير النظامية الافعال الشازي مثل باي يشتري بوت بالماضي think thought eat ate go went have had do did wake up هوني لحظوا بفعل مركب wake up يعني استيقض يستيقض woke up مثل turned on turned off كمان في افعال كتير مركبة read هينتبولي عليها read بتنكتب read بس بتلطف مختلف اللفظ read يقرأ read قرأ نكتبها مثل بعض بس من الفظ مختلفة read read take took fly flew get got وطبعا كل ما بيمرو معكم فعل شاز لازم تحفظوا كيف تصريفه بالماضي كيف انا بتغير الفعل بالماضي الطريقة الوحيدة انكم بتكون تحفظوه البي البي تحفظوه الام والاس بتصير was i was he was they were you were you were was pretty fun كان اطلت نهاية الاسبوع الاخيرة اخر شي كانت كتير ممتعة جدا pretty fun يعني كتير pretty fun on saturday السبت شعمل السبت i woke up early and ate breakfast with my mother عفوا i woke up early انا استيقظت مبكرا and ate وآكلت الفطور breakfast with my mother مع امي i read a book for a while and then i went to the park with my sister and played badminton i read a book for a while for a while لفترة من الزمن انا قرأت كتاب لفترة بعدين then ثم ذهبتوا الى البارك الى الحديقة with my sister مع اختي and played badminton وَلعبنا badminton badminton with my family with my family اجداد grandparent's house with my family مع عائلتي i played i played with their dogs and we watched tv together i played badminton badminton sound i played with their dogs العبت مع kilabihim their dogs their dogs and we watched ومشت my homework then I took a bath and went to bed at night بالليل I went back home أنا رجعت I went back home لحظوا هوني I went out يعني خرجت I went back home يعني رجعت على البيت I went back home and finished كمان تنتبولي على finished كمان حتى عليها خط من قولة T sound I finished and finished my homework وأنهيت وظيفتي then I took a bath بعد منا then ثم I took a bath and I went to bed ثم أخدت حمام تحمام and went to bed وذهبت إلى السرير يعني راح ينام it was a nice weekend كانت عطلة نهاية أسبوع لطيفة أرجع رجعت لكم المطاة last weekend last weekend to my grandparents' house to my grandparents' house with my family I played with their dogs and we watched TV together at night I went back home and finished and finished my homework then I took a bath and went to bed it was a nice weekend هخلي الكمبيوتر يحكي بشأن تسمعوا اللفظ الصحيح together at night I went back home and finished my homework then I took a bath and went to bed it was a nice weekend هدا المقطع بديكن تقروليها بالإضافة للهومورغ الهومورغ change the underlined words to make the following sentences past tense يعني غيري الكلمات اللي أنا حط عليها خط تحت خط لحتى تجعلي الجملي الجمل هدول حتى تجعليهم في الماضي بنجي لأول جملة I eat breakfast at 7.30 every morning أتناول وجبة الإفطار في الساعة السابعة والنصف كل صباح حتى أعملها جملة ما بيكفي غير الفعل بدي غيره بالماضي وبدي أغير كمان every morning ما عد فيني حط every morning بدي غير كمان التعبير عن الماضي جملة التانية the veterinarian says that my iguana might have cancer هاي جملة بتاعلي كلها جديدة عليكم حتاتي الكلمات خليني أرجع لهون veterinary بنبلش بي veterinary اللي هو الطب البيتري veterinary الطب البيتري أو البيتري veterinary الطب الطب الطبيب بسير بقلو veterinarian أوكي veterinarian veterinarian طبعا الاميركان ما بيحبو لاحظتوا يقولوا كلمات صعبة طويلة حينا بيقولولا vet تسمعي إنه vet راح على vet أخد القط طبعا على vet بس هي veterinary يعني الطب البيتري veterinary veterinarian الطبيب البيتري iguana هي نوع من الزواحف لون خضرة بأكيد بتعرفوها بس اسمها iguana يعني ما لا اسم بالعربي هي اسمها iguana iguana اللي هي نوع من مثل نوع من الزواحف الصغيرة أحيانا فيه ناس بتربية poem poem قصيدة poem قصيدة حخلي الكمبيوتر يقول الكليبات والجمل بشان تسمعوا اللفظ الصحيح وبعدين أنا برجع بشرح لكون يوم 7 فران get a part-time job and start to earn some pocket money 8 Lisa studies hard so she gets good grades حواقف لهون حرجع للجمال اشرح لكم ياها يمكن فيها بعض الكلمات الجديدة I eat breakfast at 7.30 every morning أنا أكل وجبة الأفطار كل every morning The veterinarian says that my iguana might have cancer الطبيب البيتري يقول أن my iguana يعني الإغوانا تبعي my iguana في ناس بتربية كحيوان أليف my iguana might have cancer might have cancer يعني قد يكون عنده السرطان مرض السرطان So the veterinarian says that my iguana might have cancer when بدية كنت تتبهوا على أسامي الأشخاص لقيت عندكم كتير صعوبة بأسامي الأشخاص فيريت تسمعوا مضبوط بالفيديو وتشوفوا كيف أن بلفز اسم الشخص when اسمه when goes to school at 9 o'clock every day هو بيذهب إلى المدرسي ساعة تاسعة كل يوم We fly to Singapore and watch a movie هني بيطيروا لسينجابور يعني سينجافورا and what مدينة سينجافورا We fly نطير لسينجافورا ونشاهد الموفي الفيلم Then Turn down the volume on the TV because it is too loud Then Turn down هذا فعل مركب مثل wake up Turn down يعني خفض صوت الvolume الvolume هلي هو الصوت مستوى الصوت الصوت تبعا TV كان عالي كتير فخفض الصوت الvolume volume مكين كل بجدي volume On TV because it's too loud لأنه كتير صوتو عالي It was too loud كتير عالي Chris مهمة 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 Chris write a poem poem يعني قصيدة for his school assignment this week Chris some pocket some pocket money Fran get a part-time job وظيفة وظيفة بدوام بدوام جزئي غير كامل full-time job اللي هو بيكون الوظيفة بالساعات الكاملة اللي هي هوني بيعتبروها 40 ساعة بالاسبوع هذا هو full-time job و part-time job يعني دوام جزئي and start to earn earn يعني كسب عم يكسب earn money عم تكسب مصاري earn some pocket money بسموها هوني pocket money يعني مصاري الجيب يعني الخرجية صار بيجي شوية مصاري بيقدروا روح يصرفون شو ما بدو متل الخرجية pocket money يعني هاي مصاري هيك للجيب Lisa studies hard so she gets good grades Lisa تدرس بيجد so she gets good grades ولي ذلك she gets good grades بتحصل على درجات جيدة بتايا عنا assignment هاي كلمة جديدة هاللي هي المهمة في مهمة في واجب assignment هاي كلمة هاي كلمة يمكن تكون جديدة earn earn يعني يكسب بيكسب مصاري بيشتغل يكسب مصاري earn بيكسب حتى مو شرط بالمصاري مثلا ممكن انو كسب هالجائزة بعمل عمل الشاق earn مثل هون Lisa تاخد good grades she earns the good grades هي فعلا استحق كسبتها للgood grades لانو she studies hard اوكي لهون بيخلص الدرس موفقين سلامات موسيقى